إنها المحكمة أيها اللبنانيون هو ليس اغتيالاً جسدياً فقط من قتل الوزير محمد شطح أراد قتل الاعتدال في لبنان أراد القول للسواد الأعظم من اللبنانيين إما معنى أو البسوا أحزمة ناسفة أراد وضع اللبنانيين بين السلة والذلة من قتل محمد شطح أراد بعث رسائل متعددة أبرزها إلى المحكمة الدولية التي ستبدأ محاكمة المجرمين المتهمين بعد أيام قليلة أراد القول إن المحكمة لن تثني القاتل عن الاستمرار في إجرامه أراد تحطيم العدالة قبل ولادة المحاكمة وأراد تحطيم الأمل بمستقبل خال من الاغتيالات السياسية من قتل محمد شطح هو الذي اغتال رفيق الحريري والذي يريد اغتيال لبنان وتمريغ أنف الدولة بالذل والضعف والفراغ والمتهمون وحتى إشعار آخر هم أنفسهم الذين يتهربون من وجه العدالة الدولية ويرفضون المثول أمام المحكمة الدولية قالها الرئيس سعد الحريري كأن القاتل يقول للشهداء سأقتلكم مرة تلو أخرى وسأبعث إليكم كل ما يطالب بكشف قتلتكم هو اغتيال جديد للرئيس الشهيد رفيق الحريري لفكره لمنطقه للرجال الذين آمنوا به وبالمسار الذي أوصاهم به هو اغتيال لمحمد شطح رجل العقل والحوار لكنه قبل كل ذلك وأولا محاولة لقتل لبنان الاعتدال ومحاولة لاغتيال المحكمة الدولية محمد شطح الذي كان على موعد مع تلفزيون مستقبل لتسجيل مقابلة عن بدء المحاكمة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه سبقه الاغتيال هو الذي كانت عينه على المحكمة صارت عين المحكمة عليه لنا البداية من مسرح الجريمة فعند الساعة التاسعة والاربعين دقيقة صباحا دو انفجار قوي في الوسط التجاري لبيروت ليتبين أنه ناجم عن سيارة مفخخة استهدفت موكبة مستشار الرئيس سعد الحريري محمد شطح ليستشهد على الفور التقرير لجوانا ناصر الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر